اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستقلعون كاملا كما تسمى هذا الشيء لك شتي العواده ويساعدون في الكرة الكرة راه اقدام الكرة راه رياضية راه متعة راه الناس التي تتفرج في القهاوي وفي الجماير وهذا الشيء هي التي تعطيه أشكين في الماش باش تتقول الجزيرة ماشية الكسل التي خسرتها عشي الكسل التي خسرتها الرجلين اللي يلعبون لكي يبينو الرجلين هما اللي يبينو 90 دقيقة بيننا فيها نحن نشكر المنتخب الكود ديفار نحن نشجعه وشوفوا باج نقول كماناس لنجيري نحن خواه خواه ولاني داك شنته السياسة خليوا عندكم نحن ما كان نعطفوش من نسبة الشعب الجزائري نحن نعطفو ذاك الانسان اللي سبب المغاربة بأنهم المغاربة رأم أحرار ومنسبة وحدة أخرى المنتخب المغربي نتمنىولو التوقف إن شاء الله في الدور التومون والضربو والنهاية إن شاء الله ونمالكس توجوب هذه اللي غابت علينا هذه المدة دية للصورة 40 عام مش نهاش ونحن عدنا ثقة وديرنا اللي يعقين فهذا النجموعة اللي عدنا دبا حاليا مع هذا المدريب اللي هو مدريب الموس سوا وبغض النظر على واحد على واحد المسألة اللي دالها المدريب المغرب هو ذاك إشراك بعد اللاعبين فهذا المباراة الثالثة ولا الثانية منسبة لنا منسبة لنا كان عدية وحدة ديال ذاك الكعبي ولي مخصوش يكون في هذا يعني رابعي على المستوى وكانتمنى التوفيق المنتخب المغربي ولما لكن ما قلنا بتدويج ديالة كاس عفرقية إن شاء الله ويكون شيء آذاء إن شاء الله في المباراة الجاية ما احنا كان عارفوا الخصوم ديالنا غادي تكون إن شاء الله قوية إلى تزنات الدولة غا نطلعوا ربما على الكود ديبوار ولا مصر ونحنا كان بغيروا النتجة وصافي ونتمنوا كاس عفرقية مغربية ونبلل منتخب جزائري فهو منتخب ضعيف جدا في المستوى وفي الأداء وننتجة كتأكد ذلك ربما النتجة كتأكد ذلك بنفسها المعلق الدراجي فهو ويحل المنتخب الجزائري معروفة الشيادة عليه يعني ديما وانا هذا المنبر كنقولها المعلق الدراجي بينهو المغاربة فهو النساء المغاربة فهوما شاريفات عليك والمغاربة كلهم معروفين بحصن الضيافة وحصن الكرام وذلك وذلك بكل شي كيشوف هاتش هذا مش غير عنها وما عندما نقول الله يهدي وصافي هاتش ما كان